السلام عليكم اهلا بكم في مطبخ جنة اتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض جلاش حلو والجلاش الحلو ده بتعمل باي حشور انت عايزاها في بيحملوا بالكستر في بيحملوا بالمكسرات النهاردة هنعملوا بالزبيب و جوز الهند والقرفة والسكر هايكون معانا لفة جلاش نص كيلو والحشوة بتاعتي هتبقى متكونة من 200 جرام جوز الهند وملقتين كبار جوز الهند وملقتين سكر واربع معالق مية ونقلبهم مع بعض عشان الحشوة ما تقعش منه بعد ما يستوي عندي كمان نص كباية سمنة سيحة وهاجيب الساج وادهنه بالسمنة هادهنه كويس بسمنة عشان ما يلزقش فيه الجلاش ويتكسر وممكن تجيبي صنية كتبها 30 سنتيه بس انا بفضل الساج بعد كده بحط نص لفة الجلاش هي تقريبا بتكون ستة طبقات بدون مدهن بين الطبقات سمنة او زيت بعد كده بفض الحشوة عليه كلها بالشكل ده وبعدين بغطي ببقية الطبقات الستة البقية هما بيبقوا اللفة كلها 12 طبقة ستة تحت وستة فوق وفي الوسط الحشوة وببدو من جام مدهن بين الطبقات سمنة وبعد كده ببدأ أساوي الحروف او الحواف بسكينة وبقطعها التقطيع اللي تناسبني ممكن تقطعيها مستطيلات مربعات او اشكال تانية اللي تحبيه انا قطعته هنا بالشكل ده هبدأ اسقيه بالسمنة السيحة اللي عندي نص كبية السمنة السيحة كلها سقيها للسج بتاعي طبعا تحضير القلاش مش هياخد منك خمس دقايق زي ما انت شايفة كده سهل جدا بسكي السمنة السيحة بتاعتي سيقيتها كلها اللي وزعتها على وش القلاش بعد كده بسقيه نص كبية او تلت تربع كبية حليب سخن من نص لتلت تربع كبية حليب سخن وبسيبه يبتاح بالشكل ده ربع ساعة وبعد ربع ساعة بدخله في الفرن على درجة 220 وفي الشبكة في الوسط نص ساعة سوى او لحد ما يحمر الوش وبعدين بطلعه بسقيه بالسكر عندي هنا تلعى الجلاش من الفرن ساعته بالعسل بتاعه وطريقة العسل هتلاقوها في الوصف وبيتقدم على كده بألفة هنا وشفا اتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة